يا أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من رقم عشرة بص بقى بص وهقولك بصراحة إن الزمالك يكسب النهاردة أرتاسولار 4 واحد دي مش نتيجة تاريخية ومش إنجاز عظيم إن الزمالك يعود ويعمل كامباك أو ريمونتادة زي ما تسميها دي مش حاجة يعني اختراع قدام أرتاسولار إن الزمالك النهاردة لعبته يكونوا رجالة في الملعب وعندهم روح وحماس فده المفروض دايماً الطبيعي بس النهاردة الإنجاز الحقيقي واللي يستحق الاحتفال واللي يستحق الإشادة واللي يستحق إن احنا نقول عليه إنجاز تاريخي واللي يستحق نقول عليه الصاحب الإنجاز هو جمهور نادي الزمالك النهاردة جمهور نادي الزمالك يا جماعة كان رائع فوق العادة هتقول لي ما هو ده العادي ما هو ده أي جمهور بيحب فريقه بيعمل كده هقولك نعم أيوة صح معاك بس الجمهور الزمالك النهاردة اللي شايل اللي تعبان اللي زعلان اللي متدايق على حال فريقه اللي فرقته خسرت من فريق ضعيف جداً 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 اسمه أرتا سولار في مباراة الزهاب 2-0 الجمهور اللي كان موجود النهاردة في المدرجات وشايف فريقه خسران الشوت الأول في استاد الروعب استاد الكاهرة 1-0 من الفريق الضعيف جداً 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 أرتا سولار هو هو الجمهور اللي فدل مساند الفريق مع بداية الشوت الثاني وهتف بالدم بالروح المطش مش هيروح اللي شجع اللاعبين اللي شجع المدرب اللي شجع الفريق بالكامل اللي خلاهم النهاردة حرفياً في الشوت الثاني في 38 دقيقة سجلوا أربع أهداف وكالوا النجيلة بأداء رائع جداً علشان كده لو هنسب اللي حصل النهاردة الحد فهنسبه لجمهور الزمالك أولاً علشان كده use النهاارات